أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تجهيزها بعشرة أجهزة لغسيل الكيلة وفرها الجانب الإيراني عبر قنصليته في الإقليم وقال وزير الصحة في إقليم كردستان ثامان بارزانشي في معتمر صحفي إن هناك تنسيقاً وتعاوناً دائماً بين الجانب الإيراني ووزارة الصحة في إقليم كردستان للإفادة من الخبرات الصحية الإيرانية وأضف بارزانشي إنه تم اليوم تجهيز صحة الإقليم بعشرة أجهزة خاصة بالمصابين بأمراض الكيلة وتنقوم بتوزيعها على مراكز المختصة بذلك